السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات الجديد في الرياضيات المستوى السادس سنتناول إن شاء الله درس تنظيم ومعالجة البيانات رقم ثلاثة صفحة مئة وواحد وعشرون إذن على بركة الله نبدأ بالسؤال الأول أكتشف وأتمرن يمكن يمثل المخطط بخط المنكسر وعدد الأشخاص الذين شاهدوا المسرحية الهزلية خلالها خمسة أيام إذن هذا المخطط بخط المنكسر خط المنكسر يعني كان عنيه بيده وعندنا مخطط بالأعمدة وهذا وعندنا مخطط دائري وهذا مخطط دائري قطعات دائرية إذن قلنا هذا خط المنكسر هذا خط مخطط بالأعمدة ثم هذا قطعات دائرية هذا هي ما الذي نريد أن ننظمه البيانات إما تكون عبارة عن خط المنكسر أو مخطط بخط المنكسر أو مخطط بالأعمدة أو مخطط بقطعات دائرية على أين نعود إلى السؤال الأول يمثل المخطط بخط المنكسر عدد الأشخاص الذين شاهدوا المسرحية الأزلية خلال خمسة أيام مهمة إذن عندنا هنا عدد الأشخاص وهذا إذن هنا سوف تكون سفر ستين مئة وعشرين مئة وثمانين مئة وثمانين مئة وثمانين غير باش نتفهموا هذا هذا التمثيل من الأعدد يختلف من مبين إلى آخر تحصل الى الحساب عدد الأشخاص إذن أنا كانتظيفة 240 مئة وثمانين سأتحدث مثلا 60 لأنني من مضاعفة لعدد 240 سأتحدث 50 سأتحدث 40 وهذا من الأبيض إذن من هنا سوف تكون سوف تكون سوف سوف تكون عشرين سوف ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٢ يمكننا أن نكتبهم ولكن يجب أن نعرف ماذا يساوي لنا ثم لدينا خلال خمسة أيام اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع اليوم الخامس نعم نعم جيدا عندما نبدأ السؤال ما اليومين الذين سجلوا فارق أربعين متفرجا بينهم إذا واحد اليومين يومين ما بين هذا يومين مثلا هذا اليوم و هذا اليوم سجل الفارق بينه 1 و 4 مثلا هنا كانت 50 هنا دخلت 90 يعني الفارق بين 50 و 90 وهي 40 مثلا هنا دخلت 100 هنا 140 إذا الفارق هو 40 نشوفه الأيام قبل ما نشوفه ما نقوم بإمكانه نعرف كل يوم ما حال دخل فيه إذا هذا اليوم الأول ما حال دخل فيه 60 80 100 هنا دخلت 100 اليوم الثاني سجل الفارق سجل الفارق هنا دخلت 60 هنا دخلت 80 اليوم الثالث هنا 180 200 220 إذا هنا 220 اليوم الرابع هنا لن نحسب من التحسك نشوف من هنا 120 140 مئة و 40 صافي إذا 140 اليوم الخامس اليوم الخامس عندنا ما حال مئة و 20 140 و 160 و 180 مئة و 80 مئة و 80 مزيلا إذا الفارق ما بين 180 سيئة 80 والفرق 122 سيئة اعداد سيئة 40 سيئة اليوم 4 سيئة صديقت يئة اليوم 5 السيئة 180 سيئة اليوم الرابع واليوم الخامس نعم واليوم الخامس 140 و 180 إذن هنا يمكننا نعرف المعطاية التي يوجد في هذا الجدول مثلا الفرق بين اليوم الأول واليوم الثاني اليوم الأول دخلت 100 اليوم الثاني دخلت 80 إذن الفرق بينهم هو 20 الفرق بينهم هو 20 نعم ثم مثلا اليوم الثالث ما دخلت أدخل بالزاب 80 220 يعني الفرق بين تقريبا الفرق بين 220 و 80 120 80 12 إذن 140 الفرق بينهم هو 140 نعم والفرق بين إذن لدينا اليوم الرابع واليوم الخامس نمشي لسؤال رقم 2 هذا المخطط بالأعمدة يمثل عدد الدراجات التي تم بيعها في متجر من شهر يونيو إلى شهر شتن شتنبر من شهر يونيو إلى شهر شتن شتنبر حيث تم بيع مجموعة حيث تم بيع مجموعة ما مجموعه 164 دراجة هذا المخطط بالأعمدة يمثل عدد الدراجات التي تم بيعها في متجر من شهر يونيو إلى شهر شتنبر إذن عندنا يونيو إلى شهر شتنبر حيث تم بيع ما مجموعه 164 حيث تم بيعها في متجر من شهر شتنبر حيث تم بيعها في متجر من شهر شتنبر حيث تم بيعها 164 دراجة تبعت 164 دراجة غير وشنو عدد الدراجة التي تبيعت في شهر غشت غير مدراجة في المخطط إذن عندنا هنا تقريبا 36 دراجة هنا عندي 36 دراجة في يونيو لدي 60 دراجة في يونيو لدي 60 دراجة في غشت غير مدراجة لا أعرف ما مدراجة فالتنبر لدينا 20 دراجة إذن ما سنجمعه هنا سنجمعه 36 دراجة ثم نجمعه 60 دراجة 20 دراجة ثم نجمعه 11 دراجة إذن 116 سنجمعه 114 ناقص 116 ناقص 14 ناقص 6 ثمانية إذن هنا 6 ناقص 6 ناقص 2 6 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 8 48 إذن أنا عندي 40 44 48 إذن سيكون عندي هنا 48 نعم إذن هذا هو الجاوب إذن 48 48 ناقص ناقص 40 44 48 ناقص 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 العمود الذي يمثل الدراجة التي تبيعت خلال هذا الشهر إذن ناقص 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 لا شيء صعيب ناقص 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 هنا كانت الضغط 4 6 6 6 7 6 7 11 13 14 21 22 24 25 25 25 25 26 24 25 المعلومات اللي عندنا. واخر. احنا لنحاولهم الغرافيك. نحاولهم الغرافيك. ما علينا. نحن نسيبهم على الوراق. نسيبهم على الوراق. كيفاش نسيبه له؟ العنوان هو كوماند تي شورت. العنوان هو كوماند كوماند دي شورت. تي شورت ص UP بالانجليزية. تي شورت صلاة. هذا هو العنوان. تيتر غرافيك هو هذه العنوان دي البيان غير هذه. لم نفهمهم الغرافيك. ما نجد المعطايا؟ لدينا من قولير. و كوماند. لدينا من قمواند هنا. لدينا ارقام . اما نفعله؟ لدينا ارقام نعمل هنا. إذا نمشي التمثيل للمعطيات عندنا هنا سوف نقوم بعمل الأرقام ثم نقوم بعمل الألوان واخر مزيد نقوم بعمل الصفر نقوم بعمل 10 لأننا لدينا تقريبا 80 نقوم بعمل 10 20 30 40 50 60 70 80 90 هنا لدينا تقريبا 80 نقوم بعمل الأول لنقوم بعمل الأول ماذا لديه بعمل الأول 72 هذه الشرطات 72 74 76 72 80 نقوم بعمل الأول 72 72 ونقوم بعمل الأول 78 78 يعني قريبا 80 70 بعمل أه 72 نحن نقوم بعمل الأول بعمل أول مجرد أن نقوم بعمل الأول الثالثة 55 اذا هل تقدر المبيضة زوجة بنية نعم جاءت ما بين خمسين و خمسين و السسين خمس و خمسين إذن هنا تكون عندي كولورف شنو التابعة فيولي فيولي في تسعود و ثمانين إذن ثمانين ها تسعين إذن ستكون على قريبا لتسعين و ها هي تسعود و ثمانين إذن هذا فيولي فيولي نمشي للغوج غوج فيها شحل فيها واحد و ستين إذن ها ستين إذن ندير هنا واحد و ستين واحد و ستين ستكلم أغوج فيوري أنسمى الثالث العقل ستكلم انظر هي 46 إذن 46 إنه نصف حين نصف إذن ستكون واحدة أتفاق هنا إذن 47 صافيه انا سليتم اذا العنوان هو كوموندو تي شورت هنا عندنا الكوموند بالعدد شحال بريت ولا كولور مثلا بلوه عندي في تسعود وثمانين مثلا تسعود وثمانين عندي فرد خمس وخمسين عندي خمس وخمسين وكتب المعروضة عندي فيولي في تمانية فيولي في تسعود وثمانين تسعود وثمانين عندي غوج غوج في واحد وستين غوج واحد وستين عندي لكولور جون عندي في ستة واربعين وعلى ادوم المعلومات شو معطايت لكينين نتمنى نكونوا عند حسن ضن ديالكم وشرحنا لكم والله يوفقكم والله يوفقكم اشتركوا في القناة